مرحبا إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد من خلاله نقدم لكم كتاب التنبؤات الأكثر مبيعا والأكثر قراءة على مر التاريخ كتاب تنبؤات نوستراداموس المقدمة في خريف عام 1939 وبعيد إعلان ألمانيا الحرب على أوروبا كانت السيدة حرم الدكتور غوبلس تتطجع في فراشها وهي تقرأ كتابا غير شهير يعنى بأدب الغوام كان الكتاب الذي طبع عام 1568 يحتوي على بعض التنبؤات التي تنبأ بها شخص يسمى نوستراداموس وكان زوجها نائمة لكن حرم الدكتور غوبلس بلغت حالة كبيرة من الاندهاش مما جعلها كانت تقرأ إلى حد أنها أيقظته من منامه وجعلته يقرأ الفقرات التي أثارها وقد أثر ذلك فيه بما يكفي لأن يتخذ الإجراءات اللازمة لأن تقوم وزارة الدعاية التي يديرها باستخدام منجم يدعى كرافت والذي وجد بعد فترة وجيزة وهو يستنسخ مادة تعتمد في أساسها على تنبؤات نوستراداموس ويستخدمها من أجل إحداث تأثير نفسي معين في أوروبا المحتلة فكيف كان باستطاعة طبيب فرنسي غير مشهور من القرون الوسطى أن يحدث مثل هذا الرعب في دوائر كل من غوبلس وهملس وكيف كان باستطاعته أيضا أن يضطر جهاز الخدمة السرية البريطانية إلى إنفاق مبلغ هائل قدره 80 ألف جنيه استرليني على الدعاية المضادة ولد ميشيل دي نوسترادام الذي عرف أكثر بشكل اللاتيني لإسمه نوستراداموس ظهرت اليوم الرابع عشر من كانون الأول من عام 1503 وفق التقويم القديم في سان ريمي دي بروفانس ولم تكن أسرته تنتمي إلى سلسلة الأطباء اليهود الإيطاليين الشهيرة التي تعمل في بلاطي المالكارين كما كان يسود الزعم وإنما يناس من نسب عادي في المناطق التي تحيط ببلدة أفنيون كانت جدة بيرو أو بيري دي نوسترادام تاجر حبوب متمرس تزوج فتاة غير يهودية تدعى بلانش وقد انتقل ابنهما جوم أو جاك الذي هو والد نوستراداموس إلى سان ريمي عام 1495 وتخلى عن مهنة العائلة وفي هذا المكان تزوج رينير تخلت الأسرة اليهودية واعتنقت العقيدة الكاثوليكية وكان نوستراداموس حينها يناهز التاسعة من عمره فيما أدرج والده عام 1512 على أنهما عضوان في الجماعة المسيحية الجديدة ومن الأهمية بما كان أن نتذكر الجانب اليهودي في طفولة نوستراداموس عند محاولة فك رموس سنبؤاتي لأنه كان متأثرا جدا بالأدب اليهودي الغبي كان نوستراداموس الإبن الأكبر وكان له أربعة إخوة ونحن لا نعرف إلا القليل واليسير عن إخوته الثلاثة الأولين أما أصغرهم جان فقد كتب أغاني وتعليقات بذيئة كثيرة وأصبح نائبا في برلمان بروفانس في آخر أيامه أصبح الذكاء العظيم الذي كان يمتلكه نوستراداموس واضحا وهو ما يزال في أول شبابه وقد أوكر أمر تعليمه إلى جده جان الذي علمه قواعد اللاتينية والإغريقية والعبرية وأصول الرياضيات والتنجيم الذي يسميه نوستراداموس العلم السماوي وحينما توفي جده عاد الولد إلى دار والديه في شارع باري فحاول جده الآخر مواصلة تعليمه وبعد ذلك بوقت قصير أرسل نوستراداموس إلى بلدة أفنيون للدراسة ولعله بقي مع بعض أبناء عمامه الكثيرين في تلك البلدة ولما كان قد أظهر اهتماما كبيرا بعلم التنجيم فقد أصبح ذلك هو الحديث الشائع بين زملائه من الطلبة أيد صحة النظرية الكوبيرنيكية التي تقول أن العالم كراوي ويدور حول الشمس قبل مقاضات غاليلو بسبب الاعتقاد ذاته بأكثر من مئة سنة وكان من حق والديه أن يقلقا من موقفه هذا لأن العصر الذي كانوا يعيشون فيه كان عصر محكمة التفتيش وبما أنهم كانوا يهودا في السابق فقد كان وضعهم أكثر ضعفا من أغلب الناس ولذلك فقد أرسله والده عام 1522 لدراسة الطب في موبريي كان نوستراداموس يبلغ 19 من عمره آنذاك وقد أتيحت له فرصة الإفادة من أكثر العقول الطبية تقدما في أوروبا نال درجة البكالوريوس بعد ثلاث سنوات بيسر واضح وبعد أن حصل على إجازة ممارسة مهنة الطب قرر أن يترك الجامعة ويخرج إلى الريف لمساعدة ضحايا الطاعون الكثيرة كان الطاعون متوطنا في جنوب فرنسا في القرن السادس عشر وبشكل خاص نوع خبيث من أنواع يعرف محاليا باسم الطاعون الأسود نتيجة للبطور السوداء العظيمة التي كانت تظهر على جسم الضحية تعرض نوستر داموس إلى كثير من الأمور التي كانت من شأنها أن تصرف انتباهه خلال فترة حياته لكن لم يستطع أحد أن ينكر عليه شجاعته في مواجهة المرض وإنسانيته وطيبته تجاه المرضى وكرمه تجاه الفقراء وفي عام 1525 ذاع عصيته على أنه رجل مثقف وهو لم لا يزال في تلك المرحلة الباكرة من عمره ارتحل نوستر داموس من مدينة إلى أخرى مصابة موزعا أدويته الخاصة على المصابين ويمكن العثور على وصفات بعض هذه الأدوية فيما بعد في كتاب نشره عام 1552 لم يكن يعرف الاستقرار فانتقل من ناربون إلى كاركسون حيث حدث أن وصف أكسير للحياة لأسقف المحلي الذي لو فعل كل ما أراده الواصف لكان من شأن ذلك الأكسير أن يكون خلاصا لكل ما أدناه الدهر وبعد ذلك نسمع عنه أنه في تولوز في شارع دريب بيري ومرة أخرى في بوردو حيث كان الطاعون على أشده ثم يعود إلى أفينيون حيث بقي يدرس عدة شهور أما اهتمامه بالسحر والغيبات ربما ينبع من هذه الفترة في حياته لأن المكتب العام في أفينيون كانت تضم فيها كتبا كثيرة تعني بالغيبيات وفي الوقت ذاته تمكن من إعداد وصفة شهية من هلام مهد من الصفرجة لممثل البابا والسعيم الأكبر لفرسان ما طلذين كان في البلدة في ذلك الحين إنها وصفة جيدة ولكن فيها مقدارا كبيرا جدا من السكر بالنسبة لأذواق العصر الحديث وبعد قرابة أربع سنوات من الترحال المتقطع عاد إلى مونبولي لإكمال الدكتوراه وانخرط في هذه الدراسة في الثالث والعشرين من تشرين الأول من عام الف وخمسمائة وتسعة وعشرين كان نوستراداموس يواجه شيئا من الصعوبة في شرح أدويته وعلاجاته غير التقليدية وذلك لأن نجاحه وشهرته صنع عليه أعداء بين زملاء كليته وعلى الرغم من ذلك لم يكن بالإمكان إنكار معرفته وقدرته وهكذا فقد نال الدكتوراه بقي يدرس في مونبوليه مدة سنة ولكن نظرياته الجديدة في ذلك الوقت وعلى سبيل المثال رفضه استنزاف دماء المرضى حيث سببت له المشاكل ولذلك ابتدأ مرحلة غزيرة أخرى من التطواف منتقلا من مكان إلى مكان حيث كان يقوده عمله ورغبته وخلال حياته كان عليه أن يعاني من هذه الشهوة للترحال وحينما كان يرتدي قبعة العالم الداكنة الخاصة به ورداءه الجامعي فلابد أنه كان يبدو مثالا مصغرا لليهود الهائم وفيما كان يمارس عمله في تولوز تسلم رسالة من جوليوس ويتضح أن رد نصر داموس قد سر سكاليج إلى الحد الذي جعله يدعوه للإقامة في بيته الخاص في أجن لقد أعجبت هذه الحياة نصر داموس كثيرا وفي عام 1534 تقريبا تزوج شابة من طبقة اجتماعية رفيعة وعلى قدر كبير من الجمال والسحر لكن اسمها لم يصل إلينا لسوء الحظ رزق منها بولاد وبنت وكانت حياته تبدو متكاملة كانت ممارسته لعمله الطبي مجلبة للشهرة والربح وكان لديه عقل سكاليج النير يساعده في شحذ ذكائه ثم وقعت بعدئذ سلسلة من المصائب فقد وصل الطاعون إلى أجن وعلى الرغم من كل هذا فقد قتل زوجته نصر داموس طفلي لإثنين وكان الحقيقة جهجز عن إنقاذ عائلته أثر فاجع في مصاري مهنته تشاجر بعد ذلك مع سكاليج وخسر صداقته وهو أمر لم يكن بعيد الاحتمال إذ كان سكاليج يتشاجر مع جميع أصدقائه عاجلا أو آجلا حاول أهل زوجته الراحلة مقاضاته من أجل إعادة مهرها وكانت القشة التي قسمت ظهره عام 1538 إذ اتهم بالهرطقة لأنه حدث أن أبدى ملحوظة دون قصد قبل ذلك بسنين وقد نقلت هذه الملحوظة إلى السلطات فقد علق نصر داموس على عامل يقوم بصب تمثال برونزي للعذراء بأنه إنما كان يصنع الشياطين وقد تجاهلت السلطات دعواه التي مفادها إنه إنما كان يصف ما يفتقر إليه التمثال من عنصر جماليه وهكذا فقد أرسل أعضاء محكمة التفتيش إلى طلبه من أجل أن يذهب إلى تولوس وبما أنه لم يكن يرغب في تحمل المحاكمة أو معاناة على آلة التعذيب المعروفة بالمخلعة أو أن يشد إلى خازوق ويموت حرقا فقد شرع نصر داموس مباشرة بالتطواف من جديد مبتعدا قدر الإمكان عن سلطات الكنيسة على مدى السنوات الست التالية معلوماتنا عن هذه الفترة في حياته قليلة جدا ومن خلال الإشارات المبثوثة في كتبه نعرف أنه ارتحل في اللورين وذعب إلى البندقية والسقلية مصرا على إيجاد المقاييس الصيداليية لكل مكان ومدونا أسماء كل من كان جيدا أو رديئا بالنسبة لكتابه الموسم برسالة في الغيبيات ويحتمل أن يكون حوالي هذه الفترة قد بدأ بترجمة الهورابولو التي كتبها في ليبيوس من الإغريقية إلى الفرنسية ولم تكن الهورابولو غير مجموعة من الأبحاث أو الرسائل في الأخلاق والفلسفة وهي غير ذات أهمية أذبية كبيرة وتبدأ الحكايات التي تتحدث عن قدرات نوستراداموس التنبؤية بالظهور في هذه الأيام وكما يبدو فقد ذهب إلى إيطاليا وفيها رهى راهبا شابا كان يعمل مربية للخنازير يمر به في الشارع فركع مباشرة ونداه بقداستكم وقد أصبح ذلك الشاب الذي يدعى فيليتش سكستوس في عام 1585 بعد وفاة نوستراداموس بزمان طويل هناك حكايات مسلية أخرى تحكم عن أحد الأشخاص ويدعى السينيور دي فولورينفيل إذ كان يناقش نوستراداموس بشأن النبوءة فسأله أن يختبر مههبته في أن يخبره عن مصير الخنزيرين الرضيعين الموجودين في فناء منزله أجاب نوستراداموس بأن السينيور سيأكل الخنزير الأسود وسيأكل الأبيض وفي حال توجه دي فولورينفيل إلى طباخه وأمره أن يذبح الخنزير الأبيض ويقدمه عشاء في تلك الليلة وهذا ما حدث ولسوء الحظ فقد سرق اللحم جرون ذعب مذجا يعود لرجال السينيور فقام الطباخ المدعور بذبح الخنزير الأسود وتقديمه على العشاء وعلى المائدة أخبر سينيور دي فولورينفيل نوستراداموس بأنهما كان يأكلان الخنزير الأبيض في تلك اللحظة وحينما أثر نوستراداموس على أنه إنما كان الخنزير الأسود أرسل في طلب الطباخ الذي اعترف بما جرى بالتفصيل قرابة عام 1554 استقر نوستراداموس في مارسيليا تعرضت بروفانس لأسوء فيضان في تاريخها فقد تضاعفت شراسة الطاعون وانتشر بواسطة مياه الفيضان والجتث الملوثة كان نوستراداموس يعمل دون توقف وقد هرب معظم الأطباء مع من كان قادرا على الحراك من الناس وبهذا نقل العدوى إلى مسافة أبعد وطبقا لما ترويه المذكرات المعاصرة فقد كان الطاعون في أسوأ حالاته في مدينة X عاصمة إقليم بسرو فانس فأرسلت المدينة في طلب مساعدته في اليوم الأول من أيار كان نوستراداموس وحيدا خلال فترة الوباء يعمل وسط المرضى معالجا الكثير منهم وهو يلح على ضرورة توفر الهواء النقي والماء غير الملوث وقد غمروا إحساس عميق باليأس عند وصوله المدينة ورؤيته إمرأة مريضة تخيط كفنها الخاص بيدها على نفسها وهي فيه لأنها كانت تعرف أنه لن يكون هناك من يخيط عند موتها وبعد أن استردت المدينة عافيتها انتقلت نوستراداموس إلى بلدة صالون التي وجدها بلدة طيبة وقرر الاستقرار فيها بقية حياته وبعد فترة قصيرة من ذلك أرسلت مدينة ليون إليه لمعالجة وباء يمكن أن يكون في واقع الحال وباء السعال الديكي وأيا كان الوباء فقد عاد نوستراداموس مرة أخرى إلى بلدته محملا بالمزيد من الهدايا ومن المواطنين الذين كانوا يكونون له الكثير من الامتنان وكان من طبعه أن يقدم الكثير من هذه الهدايا إلى فقراء البلدة التي كان فيها قبل مغادرته إياها ويصعب فصل الحقيقة عن الحكايات في هذه التقارير التي تتحدث عن كرامه ولكن لا بد أنها تمتلك بعض الأساس الواقعي وبشكل مؤكد تقريبا وبعد عودته إلى منزله في بلدة صالون تزوج أنب بونسان جيميل وهي أرملة ثرية ولا يزال من الممكن رؤية المنزل الذي قضى به في بقية أيامه على مبعدة من بلاسدي لاوازونغي ويبدو أن نوستراداموس قد قضى في تلك الأيام حياة هي أكثر هدوءا من السابق كان اهتمامه بالغيبيات قويا ولعله كان لا يزال يجرب وامضات غريبة في جانب البصيرة التنبؤية ولا يبدو أنه كان يمارس قدرا كبيرا من الطب في تلك الفترة بل يبدو أنه كان يركز أكثر على كتاباته وبعد 1550 أنتج تقويما سنويا وبعد عام 1554 أنجز التكهنات إن هذين الكتابين الذين يبدو أنهما كان ناجحين شجعاه على الشراء بمهمة كتابه التنبؤات حول نوستراداموس الغرفة العلوية من منزله في بلدة سالون إلى غرفة مطالعة وكان كما يخبرنا في التنبؤات يعمل فيها في الليل بكتبه الخاصة بالغيبيات ويخبرنا فيما بعد أنه قام بإحراق الكثير منها بعد أن أنهل عمل فيها مباشرة ولكن يصعب أن يصدق الأمر قيام عالم حقيقي بفعل ذلك نعله كان في ذلك يحاول تضليل سلطات الكنيسة كان المصدر الرئيسي لأفكاره الإلهامية السحرية كتابا بعنوان The Mysteries Egyptrum الذي نشرت إحدى نسخه في ليون أمن 1547 والذي كان يكاد أن يكون في حكم المؤكد تقريبا أنها كانت لدى نوستراداموس لأنه كان يقتبس منها سطرا بسطر في تنبؤاته وحوالي هذه الفترة أيضا تخلى جان أمن شافيني وهو محافظ سابق في ليون عن منصبه في المدينة وقصد نوستراداموس تلميذا ليدرس على يديه علم الفلك والتنجيم الإلهي وكتب عدة كتب عن نوستراداموس بعد وفاته وساعد بشكل مؤكد في تحرير الطبع الأولى الكامل للتنبؤات ولكنه مثل سيزار ابن نوستراداموس بلغ على ما يبدو في أهميته وهو فيما يتعلق بهذا المتنبئ ويكمن الدليل على هذا في وصية نوستراداموس وهي وثيقة طويلة مفصلة لا تشير إلى أمواله فحسب وإنما تفصل كل ما فيه يتعلق بممتلكته ليست هناك إشارة إلى تشافيني فيما يتعلق بأوراق نوستراداموس التي يبين وبشكل واضح محددا أنها يجب أن تورث لأي من أبنائه الذي يكون قد تشرب بدخان المصبح عند بلوغه النج أي أن يكون عالما حقيقيا وعلى رغم ذلك قام تشافيني بتحرير عدد كبير من أوراق نوستراداموس وعلى ذلك كان بموافقة أرملته في عام 1555 أكمل نوستراداموس القسم الأول من كتابه الخاص بالتنبؤات التي كان لها أن تحتوي على تكهنات تبتدئ بزمانه وحتى نهاية العالم فكلمة قارن ليست لها علاقة من مئة سنة لقد كانت تدعى كذلك لأنه كان هناك مئة مقطوعة شعرية أو رباعية في كل كتاب وكان النوستراداموس يريد أن يكتب عشرا منها بحيث يتكون ألف رباعية من المحصلة النهائية ولسبب مجهول لم يكتمل القرن السابع أبدا وهناك إشارات مبثوثة في أوراقه تشير إلى أنه كان يبحث مسألة إضافة قرن هذه عشر وآخر ثاني عشر لكن الموت حال دون ذلك الأشعار مكتوبة بأسلوب مبهم وغامض يمتلئ بمفردات من لغات متعددة مثل اللاتينية والبروفنسالية والإيطالية والإغريقية واللاتينية ويكتب النوستراداموس أنه من أجل أن يتجنب مقاضاته على أنه ساحر فقد قام عن قصد بخلق حالة من الإرباك في تسلسل التنبؤات فلا تنكشف أسراره للناس العاديين ومن الأمور غير الإعتيادية أن تتشر شهرة نوستراداموس بهذه السرعة في طول فرنسا وعرضها وفي أوروبا بفعل قوة التنبؤات التي نشرت بشكلها غير الكامل عام 1555 تضمن الكتاب القرون الثلاثة الأولى وجزء من القرن الرابع في ذلك الزمان كانت الكتب طرفا مكلفا ولم يكن يملكها ويقع وعادة إلا الأغنياء لأن معظم الناس كانوا من الأميين وقد أصبحت تنبؤات البدعة السائرة التي يقبل عليها جميع في البلاط وكان يبدو أن واحدة أو إثنتين منها تشير شيئا من أدم الارتياح في البلدان الأخرى أو بخاصة تلك النبؤة التي ظهر أنها أنبأت بموت الملك ومهما تكون حقيقة الأمر فقد أرسلت للملكة كاترين في طلب نستراداموس لكي يحضر إلى البلاط فبدأ رحلته متوجها إلى باريس في اليوم الرابع عشر من شهر جموز من عام 1556 لم تستغرق الرحلة أكثر من شهر واحد بدلا من الأسبوع الثمانية المعهودة لأن الملكة أرسلت له خيلا تنقله وفي الخامس عشر من أب حجز نستراداموس غرفة في فندق القديس ميشيل قربة كنيسة نوتردام ولا بد أن الملكة كانت متلهفة لرؤيته ولذلك فقد أرسلت في طلبه في اليوم التالي فرافقه كبير الموظفين إلى بلاط سان جرمان وليس باستطاعة المرء سوى أن يتمنى لو كان هناك شاهد يسجل اجتماعهما تحدث نستراداموس والملكة ساعتين كاملتين ويعتقد أنها سألت عن الرباعي الخاصة بموت الملك وأنها كانت راضية عن جواب نستراداموس ومن المؤكد أنها بقيت تؤمن بتنبؤات نستراداموس حتى وافتها المنية أما الملك عينر الثاني فلم يستقبل نستراداموس إلا فترة وجيزة وكان واضحا أنه لم يكن مهتما كثيرا لذلك على رغم أنه أرسل نستراداموس مئة كراوان كما أرسلت كاترين ثلاثين كراوان أخرى وقد بدت هذه المكافأة قليلة جدا بالنسبة للنستراداموس الذي أنفق مئة كراوان في رحلته لوحدها ومع ذلك فقد استبدلت الغرفة التي استجرى فخامة قصر رئيس الأسافقة في سينس حيث مكث هناك قرابة سبوعين يستقبل الناس الذين كانوا يأتون من أجل الحصول على النصح يحدد لهم بروجهم ويقدم إرشاداته التنبؤية ثم أرسلت الملك في طلبه مرة أخرى ولكنه واجه هذه المرة صعوبة كبيرة ومعقدة في صياغة بروج أبناء فالو الذين كشفوا عن مصائرهم المأساوية قبل ذلك في القرون كل ما قاله لكاترين هو أن جميع أولادها سيكونون ملوكا لكن هذا لم يكن دقيقا جديد جدا إذ أن أحدهم فرنسوا مات قبل أن يتمكن من أن يرث شيئا ولو قال أنه يرى قدوم أربعة ملوك لكان تنبؤه دقيقا لأن هينير الثالث كان ملكا على بولندا قبل أن يرجع ويصبح ملكا على فرنسا وبعد ذلك بوقت قصير حذر المسترداموس من أن قوضات باريس كان يجرون تحقيقا في أعماله السحرية فعاد مسرعا إلى صالون وقد رحب به الأهالي كشخص ذو أهمية كبرى ومنذ ذلك الحين ونتيجة لمعاناته من النقرص والتهاب المفاصل لم يفعل شيئا كما يبدو سوى تحديد بروج الكثير من زواره الباريسين وإتمام كتابه التنبؤات والواضح أنه سمح بتداول نسخ مخطوطة قليلة من كتابه قبل طبعها لأن الكثير من التنبؤات فهمت واقتبست قبل أن يخرج الكتاب كاملا من المطبع أي بعد سنتين من مفاته ولعل السبب الذي دفعوا إلى هذا التحفظ هو وفاة المالك عام 1559 فلقد تنبأ بها نستراداموس ربما شعر أن تلك النبوءة كانت صريحة جدا وأنه من الحكمة الانتظار بضع سنوات أخرى حتى تهدأ الأمور ولكن في السنة التالية أي 1560 توفي المالك فرانسيس الثاني زوج ماري ملكة الإسكتلنديين وهكذا يقتبس البلدان هذه المرة الرباعية 39 من القرن العاشر الإبن الأكبر إمرأة ترملت بعد زواج بائس لم ترزق فيه بأطفال جزيرتان متنازعتان قاصر لما تصل سنه إلى 18 وللقاصر الآخر ستعقد الخطوبة وهو أصغر سنا فرانسيس الثاني كان هو الإبن الأكبر لينيري الثاني مات قبل بلوغه 18 بستة أسابيع مخلفا وراءه أرمالة هي ماري ملكة الإسكتلنديين التي أدت عودتها إلى بلادها إلى خلق حالة من النزاع بين المملكتين وعقدت خطوبة أخيه الأصغر تشانس على إليزابيت النمساوية وهو لا يزال في الحادية 19 من عمره وفي عام 1564 قررت كاترين أن تقوم بجولة ملكية في عموم فرنسا مع ابنها الثاني شارت التاسع وبقية العائلة كان مقرر أن تستغرق الجولة سنتين وقرص عدد الحاشية في البلاط إلى حد الأدنى وهو 800 شخص وفي أثناء مرورها في بروفانس عرجت كاترين على صالون لرؤية نوستراداموس تناولت وجبة غذاء مع الملكة ثم زارته مرة أخرى في بيتي وعبرت عن إعجابها بأطفاله وفي هذه المرة منحت كاترين نوستراداموس 300 كروان ذهبي ولقى الطبيب في الخدمة الفعلية وهذا يعني فيما يعنيه أنه سيتقاضى مرتباً وبعض الميزات الأخرى المضافة إلى الأجور وقد أثار ذلك في نفسه دون شك شعوراً بالرضا وقعت حادثة طريفة أخرى خلال الزيارة إلى الصالون عندما طالب نوستراداموس رؤية شامات موجودة على جسم صبي في الحاشية كان ذلك شكلاً من الأشكال الشائعة للتنبؤ إلا أن الصبي استحيى وهرب توجه نوستراداموس في اليوم التالي لرؤيته وهو نائم ثم أعلن أن ذلك الصبي سيكون في يوم من الأيام ملكاً على فرنسا على رغم أن كثير له ولدان على قيد الحياة وكان الصبي هو هنري النفاري الذي أصبح فيما بعد هنري الرابع وفي تلك الأثناء بدأ النقرص الذي كان يعاني منه يتحول إلى ذا الاستسقاء فأدرك نوستراداموس أن نهايته قد أصبحت قريبة كتب وصيته في السابع عشر من حزيران عام 1566 وترك مبلغاً كان يعد هائلاً في تلك الأيام ويبلغ 3444 كروان علاوة على ممتلكات عينية أخرى في الأول من تموز أرسل في طلب القص المحل للي يجري له الطقوس الأخيرة وعندما طلب شافيني منه الإذن بالانصراف في تلك الليلة أخبره نوستراداموس بأنه لن يرى حياً بعد ذلك الحين وجدت جثته في الصباح التالي كما توقع هو بنفسه ذات مرة دفن واقفاً في أحد جدران كنيسة كوردليي في بلدة صالون فأقامت زوجته آن لوحاً مرمرياً رائعاً ليحتفظ بذكره وقام جنوده ممن يؤمنون بالخرافات لفتح قبر نوستراداموس إبان الثورة لكن عيد ذهب النتج جثته في الكنيسة الأخرى في صالون وهي كنيسة سان لوران حيث ما يزال من الممكن رؤية قبره وصولته الشخصية المرسومة ترجمة نانسي قنقر